دشن الاتحاد العام لعمال السودان مشروع تاكسي القومي لكل الولايات بتسليم نحو 2400 تاكسي للولايات وشهد الأمين العام للاتحاد سرى الخاتم الأمين عبد القادر تسليم ولاية جنوب كردفان حصتها الثانية من مشروع تاكسي ومن جهته أكد مدير عام شركة دياد للسيارات المحدودة عبدالله عبد المعروف أن الفترة القادمة ستشهد تركيز من شركة دياد على مشروع تاكسي إلى جانب جملة من المشروعات التي تدعم صناعة السيارات بالبلاد وأضاف من هموم الشركة دعم المجتمع عبر تنظيمات الفئوية من ناحيته أمن رئيس رقابة العام لعمال النقل والمواصلات والطيران بشير النور أمن على شركتهم الذكية مع شركة دياد في توفير 1400 تاكسي على مستوى ولاية السودان منها 30 تاكسي دفعة ثانية بتكلفة بلغت 29 مليون جنيه نحن اليوم في شركة دياد للسيارات في تدشين مشروع تاكسي القومي عبر الولايات لولايات جنوب كردفان حقيقة ويمكن دل باتشة الثانية أو الدفعة الثانية لولايات جنوب كردفان حقيقة لنغابة النقل والمواصلات والطيران ويمكن من 2014 حتى هذه اللحظة حقيقة أن نحن يمكن دشن أو على مستوى ولايات السودان كلها والهيئة النقلية على مستوى السودان كله أباوت 1300 و 1400 تاكسي قومي ويمكن كلكم حقيقة أن الشعب السوداني كله يرى هذا التاكسي عبر الولايات ويمكن أسهم إسام شديد جدا حقيقة أولا في حل الضائقة المعيشية أو كمصدر دخلي للعملين بالتنظيم بين غابة النقل والمواصلات والطيران ترجمة نانسي قنقر